بسم الله الرحمن الرحيم صلاة السلام على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإخواني أخواتي إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة هذه الفيديو عنا أربع نقاط رايحنا هدروع لها أول نقطة وهي بن زعيم يرفض مقترح دعم الخزينة العمومية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية ثاني نقطة وهي الجوية الجزائرية تضم صوتها إلى صوت الجالية وتطالب بالفتح الكلي ثالثا المطالبة بلجنة تحقيق حول الجوية الجزائرية ورابع نقطة وهي فرنسا تبقي على الجزائر في القائمة الحمراء وتفرض الحجر الصحي على فئة من قادمين منها قبل ما نروحوا للتفاصيل إخواني أخواتي كيما العادة ما تنسوني شبارك بالجنب والبرتاج هكذا بيش تعمل فاعدة بارتاجوا مع أصحابكم ومع أحبابكم نشكركم بزف بزف على التفاعل مع الفيديو السابقين اللي بيخليكم كين بزف اللي تصلوا بيا وقالوا لي احنا مشتركين جدد وهذه النقاط ما تنسوش إخواني أخواتي نروحوا لفيديو بتاعنا أول نقطة وهي رفض السيد السيناتور بن زعيم على الخطوط الجوية الجزائرية اللجوء للاقتراض من البنوك ولا للخزينة العمومية صرح اليوم الاثنين سيناتور عبدالوهاب بن زعيم أنه واجب على شركة الخطوط الجوية الجزائرية أن تلجأ إلى البنوك البنوك للإقتراض وأن تقدم ضمانات قرط جديدة تتماشى ووضعيتها المالية وصفنا الإجراء بالمماثل مع ما تلجأ إليه باقي الشركات وأن هذا هو المعمول به في كل العالم وقال السيناتور في اتصاله مع جريدة الجارية الجزائرية ليس معناه شركة عمومية تطلب من الحكومة والخزينة أموان لتسديد الأجور والنفقات هذا لم يحصل في أي شركة في العالم واجب أن يكون هناك دراسة استراتيجية وخطة اقتصادية جديدة للشركة للبقاء في السوق الوطنية وأضف بالقول أن تطوير الشركة والرقي بمستوى خدمتها صار حتمية حتمية والأفضل للحكومة هو فتح المجال للمستثمرين الجزائرين والأجانب على حد سواء للاستثمار في مجال الطيران والخدمات الجوية مضيفاً شركات الطيارة الأجنبية تستطيع تغطية الرحلات الجوية من وإلى الجزائر بدون أي خسائر للخزينة العمومية وبخدمات أفضل بكثير وأكد بن زعيم أنه على الخطوط الجوية الجزائرية مسابقة الزمن الاقتصادي للبقاء وإذا ما استمرت الحكومة في دخل أموال للشركات أو لأموال الشركات والذين اعتبرتهم شركات مستهلكة للأجور بدون أي خدمات أو إنتاج فهو طريق لعجز مالي كبير مضاف للعجز الموجود آنون الشركات في العالم من لم يستطع أن يغطي النفقات ويربح يغلق وختم بن زعيم حديثه بالتأكيد على وجوب تسهيل الاستثمارات أو الاستثمار في أقرب وقت ممكن في القطاع والسماح لاستقطاب عموال هذه الشركات إن تم الاتفاق على تصفيتها إداريا أو قضائيا وتنطبق هنا المعالجة الاقتصادية على كل الشركات العمومية ننتقل إلى النقطة الثانية وهي بعد إعلان الخطوط الجوية الجزائرية عن الإفلاس وطلبها المساعدة من الدولة الجزائرية كما نقوله تطالب بإعادة الرحلات والوجهات كلها وتضم صوتها لصوت الجالية الجزائرية بعد ما مصت دماء الجالية الجزائرية ومصت جيوب الجالية الجزائرية جاءت اليوم تضم صوتها لصوت الجالية الجزائرية كذلك نروح للنقطة الثالثة المطالبة بلجنة تحقيق حول عمل الجوية الجزائرية النائب فارس رحماني يرسل رئيس المجلس الشعبي الوطني طالب النائب البرلماني عن الجالية الجزائرية بالخارج فارس رحماني تعيين لجنة تحقيق حول عمل المؤسس الوطني الخطوط الجوية بالخارج وقال النائب الرحماني في مراسلته لرئيس النجل الشعبي الوطني تحوز الجالية الجزائرية على نسخة منها إن الجالية الوطنية بالخارج تشكو من ارتفاع أسعار التذاكر على غير تذكرة باريس الجزائر المقدرة ب700 أورو في حين تباع تذاكر رحلات باريس تونس ب70 أورو فقط وكشف رحماني أن بيع التذاكر يتم بطريقة غير قانونية من طرف بعض العمان بالإضافة لاحتكار السوق داخل الوطن مما يسمح لمؤسسة الجوية الجزائرية بالتلاعب ناهيت عن رداءة الخدمة المقدمة داخل طاقم الطائرة بالمقارنة مع المؤسسات الأجنبية على حد قوله واستنكر النائب عن الجالية فارس رحماني التمثيل السيء للوجه الصحيح للجزائر تجاه الشعب الجزائري خاصة الجالية الوطنية وعدم تخصيص رحلة مباشرة لدول أخرى متسائل عن عدم تعويض الزبائن الذين ألغيت رحلاتهم حسب نفس المراسلة نحط لكم الرسالة تاعوا اللي يبعثها للمجلس الوطني نحطها لكم سيغليقرون وتشوفوها هكذا بيش تعرفوا باللي قناتي رهي ذات مستقية يعني بيش متكذبوني إشان الأخبار اللي نجيبها لكم نجيبها لكم صادقة نروح للنقطة الرابعة والأخيرة وهي فرنسا تبقي على الجزائر في القائمة الحمراء وتفرض الحجر الصحي على فئة من القادمين من الجزائر وضعت فرنسا شروط صحية جديدة على المسافرين الجزائرين القادمين إليها حيث يجب على هؤلاء تقديم اختبار بسياق أو مستضد سلبي على متن الطائرة في الجزائر أقل من 48 ساعة وعند الوصول إلى فرنسا يخضع المسافرون غير الملقحين من الجزائر لاختيار مستضد إلزامي في المطار يعني تست أنتجينيك قبل إخضاعهم لحجر صحي إلزامي مدة عشر أيام ويمكن أن تكون أوقات الانتظار في المطارات الفرنسية طويلة جدا كما ذكر أفراد الجالية الجزائرية الذين سافروا عبر الخطوط الجوية الجزائرية والذين أمضوا أكثر من ست ساعات في مطار باريس أورلي ونشرت الحكومة الفرنسية تحديثا للقيود الصحية أين بقيت الجزائر على القائمة الحمرة يعني مالغة الجزائر رهي نقصد فيها لحالات الإصابات رهي وصلت حتى ال200 يكلك مي كومين في فرنسا ما زالت حطتها في القائمة الحمرة لا يهديهم وشو نقولو هذا ما كانت تفرض عليهم الحجرون بلوس إخواني أخواتي هذو هما النقاط اللي حبيت نتكلم لكم عنهم إن شاء الله فتكم ولو بالقليل ما تنسوني جبارك باللايك وبالبرتاج ومعا حبيبكم وصحابكم لتعمل فائدة وسوف ندير لكم إن شاء الله فيديو واحدة أخرى بأخبار جديدة وأخبار أخرى إن شاء الله تكون مفرحة نتمنى لكم إن شاء الله نهاية نهاية يوم سعيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته